رفقة الأهلي والإسماعيلي الآن تدور مفاوضات أو تدور اتصالات بين مسؤول الإسماعيلي ومسؤول الأهلي في صمت شديد وتحديدا بين المهندس إبراهيم عصمان المهندس إبراهيم عصمان رئيس الناد الذي يتخذ قراراته بشكل فردي بعيدا عن موضوع مجلس الإدارة عمل ده مع المدرب الجديد اللي هو دي دي جوميس كل الناس تعملها تتكلم في دي سابر الفرنس اللي كان ماسك الفرق قبل كده ومشي وراح ماسك أغاندا ثم جيه على بيرامد زعمة نتائج كويسة فدلوقتي كل الناس عملا تتكلم مين اللي جاي فلقوا مرة واحدة جوميس على هذه الشكلة يتفاوض المهندس إبراهيم عصمان مع إدارة الناد الأهلي مطالبا بلاعب من ثلاث لاعبين ومسؤول الناد الأهلي فتحوا معه المفاوضات حول باهر المحمد حول باهر المحمد كلام مباشر وبقوله والكلام من داخل الناد الأهلي ويعني قالك يعني الراجل طبعا مش باهر محمد يجي دلوقتي باهر المحمد يجي في نهاية الموسم ويبدأ حلل أزمة الإسماعيل وباهر المحمد في الفترة دي مهندس إبراهيم عصمان طلب واحد من ثلاث لاعبين كان الناد الأهلي وعد بهم وهم لما خدوا محمد متولى قالك ليك صفقة أو صفقتين بس انتقنع اللاعبين راحوا يقنعوا الكابتن حسين السيد ما حصلش توفيق وقالوا له ما عاوزوا خمسة مليون جنيه كاش وحكاية ورواية وده ما قدرش يوفروا الناد الأهلي وبالتالي لم ينتقل حسين السيد طلبوا من الناد الأهلي واحد من ثلاثة إما حسين السيد أو صلاح محسن أو صالح جمعة وبص على الناس اللي مش مسافرة في الناد الأهلي تعرف مين اللي ماشي صابقة صالح جمعة عمار حمدي حسين السيد صلاح محسن دي ناس مش مسافرة وبالتالي ما فيش تركيز فيها أو اعتماد عليها بنسبة كبيرة جدا فطلب واحد من الثلاثة دول وقال لي قدرت الناد الأهلي انت وعدتونا بصفقة في موضوع محمد متولى واحد انتقال نهائي وواحد اعارة أو اثنين اعارة ويبقى فيه تعاون وده ما حصلش من ادارة الناد الأهلي ادارة الناد الأهلي ردت وقالت ان ان هما وقتها قالك اقنع اللعيبة وإحنا موفقين اقنع اللعيبة وإحنا موفقين ولم تنجح ادارة الإسماعيل في اقناع حسين السيد أنزاك وبالتالي في كلام مع حسين السيد ودفع قيمة تعاقده على النصف الثاني من الموسم مقدما وكاش عشان نروح لإسماعيل في الفترة اللي جاية ادارة الناد الأهلي مش عاوز اقول مين بالزبط يعني عشان لو قلت مين هتعرف مين اللي ايلي طلبوا من المهندس برام عثمان نتكلم في باهر المحمد تخسروا باهر المحمد ليه يا اما تطلعوه عارة يا اما تبعوه بعنهائي لو الإسماعيل عنده نية للاستغناء عنه الأهل عنده رغبة في شراء باهر المحمد لو الإسماعيل يعني مش عاوزه أو الإسماعيل ممكن يوقف المهندس برام عثمان عارف انه هو لن يستفيد من باهر المحمدي بعد الكلام اللي قاله باهر المحمدي وبعد ما طلع على الهواء مباشرة وبعد ما بدأ يتواصل مع العالميين والصحفيين حول هذا الأمر فيما يخص رحيله عن الإسماعيل وتهديده لدارة الناد الإسماعيلي باعتزال قرة القدم ما لم يوافقه على رحيله في الانتقالات الشتوية الجارية لأحد الأندية سواء بالإعارة أو البيع وبيتمرن على جنب كده في أحد مراكز الشباب مع نفسه مع نفسه مع نفسه عشان يحافظ على اليقض وحافظ على مستوى الفني لكنه منقطع عن التدريبات في الناد الإسماعيلي ورفض المثول للتحقيق وجهة نظر قطاع كبير في مجلس الإدارة نبيع باهر المحمدي ونستفيد مالياه قطاع آخر يقول لك هتبقى عادة هتبقى عادة أكتر من اللي عمر محمد عوض عشان يمشي حاول أنك أنت تستفيد مالياً أو ترتقي مالياً بلعبتك ما فيش لسه لعب دولي وكابتن الإسماعيلي وبيأخذ 800 ألف جنيه ولا 900 ألف جنيه غيره بيأخذ عوض بيأخذ 16 مليون جنيه فبالتالي فرق المسألة رهيبة جداً من اللعيب اللي هنا واللعيب اللي هنا في عقد وفي احترام للعقود ولا نحن نطالب باحترام العقود لكن اللعيب مش هيحترم العقود مش هيحترم العقود ولا هيقدر قيمة العقود وبالتالي تدر المفاوضات في هذا الجانب في مسألة يعني هل يمكن لو الكلام كده تقال لو الإسماعيلي وارد أن يسيب الكلام بالضبط وارد أن يسيب باهر المحمدي فإن الأهل يحتاج إليه وجاهز لتنفيذ طلبات الإسماعيل وجاهز لتنفيذ طلبات الإسماعيل وتتم الصفقة في نهاية الموسي بقول لكم كلام أنا مسؤول عن باهر المحمدي في إطار سعي نادي الإسماعيل لتنفيذ للحصول على صفقة حسين السيد أو صالح جمعة أو صلاح محسن وصلاح محسن غالباً 99 من عشر رايح سموحة ومخلص اتفاقه مع المهندس محمد فرج عامر وعمار حمدي مخلص اتفاقه مع الحج محمد مصرحي وما لم يقيد أفريقياً فسوف يرحل إلى الاتحاد السكندري وفقاً لاتفاقه مع كابتن السيد عبد الحافيس وبالتالي هنا موضوع مهم جداً إن الأهل بيعرض لو الإسماعيل مش عاوز باهر المحمد أو عامده نية يسيب باهر المحمد الأهل على استغادل شراءه في نهاية المسلم ده الجملة اللي تقالت للمهندس براهيم عصمان للأهل بقى دخل مع اللعيف في مفاوضات لقال له تمرد لقال له كذا لقال له كذا طب اللاعب اللاعب عنده رغبة في الرحيل عن الإسماعيلي لتحسين وضع المادي للجواس قال لهم أنا خاطب وشعف أتجوز وزميل اللي مشي وكذا وفلوسه الكرة في كل الدنيا عالية وانتوا وعدتون يتعدلوا عقد لأربعة مليون جنيه وما حصلش وجبتوا لعبة من الزمالك مدبولي ودونجا والحجاة والرواية بيعودوا نادة ونص مليون جنيه وانا باخد تسعمائة ألف جنيه الكلام ده اللي حصل الكلام ده اللي حصل وبالتالي صفقة الأهل والإسماعيل لو تمت في إطار التفاوت والاحترام يعني لو الأهل اتفق لو الإسماعيل عنده رغبة أن يسيب بير المحمد يقول لي بير المحمد مش يسيبك غير في الصيف وهذا حق للنادي الإسماعيلي وحق لإدارته وحق الجماهيره اتنين يبقى في فكرة احترافية آه نسيبك في نهاية الموسم تلاتة يبقى في اتفاق مع كذا ونهاية الموسم تاخد يبقى بير المحمد رجعلك ويصبر الست الشهور دول ونهاية لا تقفش فيها النهار فيها إيه بكر فيبقى أنت خدت فلوسك لحظة لحظة البلاس بيتاري علي أنا كاتو خيبة ده عامل خبر يحبس محمد إسماعيل مش بلاس جاي يهنق البطرياركو القراصة الملكوسية البابا توادرس قال كلام غريب وقال لك مش قال عيد القيامة المجيد قال لك عيد القيامة الجديد فهيتاري علي أنا يعني البلاس هيتاري علي أنا ده ما يجيش رباط في الشوز بتاعي إعلاميا هي هزلت هزلت والخوف بعينيها هو كل واحد رحت الله لحدة تلقصار وتجر فيه ومكان المرأس إخواته البنات وراح اشترى برج في اسماء دي في اسكندرية هيكلم على أونك لابو المعاطي هنعمل إيه شلت الأفقين والمنافقين من الجهلة والأغبياء كل واحد بقى معاني فلوس بقى يروح يأجر ساعتين وطلع يشتمي الناس يا عم الله يسهل ملاه هشتمه ولا هغلط فيه الله يسهل الله يسهل مش ده اللي جاب الراجل اللي عبيته تقولك التخابر ومش التخابر وهتقبض عليهم خلال أسبوع ومش عارف ايه وسجل عندك وكلام من ده زي ما كان بقول برضو قبل كده ضبط وإحضار خلال 24 ساعة زي ما قال على الإعلام الكبير أحمد سعيد ضبط وإحضار ومش عارف ايه وكلام من ده وطلع لنا بورا وأحمد سعيد وقت بنشوفه في الملاعب ويحضر مباريات النادي الأهلي فبالتالي حدش غالبنا عن البلاص ولا يقول لي البلاص أهلي ولا كذا ده عاي الخايب وعبيه ده عاي الخايب وعبيه ده بيكسف أهل ده بشوات أهله قبلونا في الرضا الشريفة بس وراصة قالوا حقيقوا علينا أنا وعبد النصر زداء مش عاوز أقولي الاسم راجل باشا ومحترم لو كل الاحترام وكل التقدير في الرضا الشريف ويوما ما هقول الاسم ساعة ما شام هقول لي هقول لي قال لي يا حاج أبو المعات مش يدي راسي يبص مش يدي راسي عبد النصر يبص وله بكل الاحترام وفوق راسنا وقيمة كبيرة جدا فهيبقى ده البالله سيكلم علينا احنا هزلت 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 لكن عاوز تنتقدني بانتقد بأدب يعني عاوز أنا بقول رأي غلط قول إن الرأي ده غلط الرأي ده صح لكن هي العيال دي اللي هي بدخلها من المنطلق إن احنا يعني مشجعين ومش عارف ايه محروقين من أمك لأبو المعات وأنك لعبد النصر الزدان بسبب إن احنا بنجيب العقود يا ابني يا هبل يا هبل انت ما العقود بتتسرب لكل وتعرف من اللي بيسرب حبيبك اللي نصب عليك قبل كده حبيبك اللي نصب عليك قبل كده وضحك عليك وتعامل معك لأنك انت جاي تشتري العتبة الخضر أقول تفاصيل ولا بعلاش أقول يا عبد النصر ساكت انت ماشي حاضر هو من البلاص لا لا أزعل منك كده يا عمر والله عمر كده أزعل منك يا عمر عمر سامح بوله هو من البلاص عموما الله يسهل لخلق مش عاوز أغلط لا في البلاص ولا في أي حد سيبوهم يعني هقولكم على حاجة ربنا ادالها نعمة كبيرة جدا وهي حبكم وحب الناس لأن احنا بنقول كلمة حق تثبت الأيام ذلك هادراب لكم مسأل بسيط وإحنا بنتكلم عن العقود دلوقتي فتكروا أن احنا الوحيدين في مصر اللي كنا بنقول أن فيه قضايا على نادي الزمالك بخصوص اللاعبين وأنه مهدد بخصم النقاط كنا بنجيب الخطابات اللي جاية من الفيف إيه اللي حصل بعد كده كان كله مكتب على الموضوع بدأ الزمالك ياخد إجراءاته واسوا هذا الأمر في الفيف فاحنا مفيش غرض في الموضوع أنت بتشورع الغلط بالنسبة للعقود أنا لما يجي العقد أول حاجة الأصل في الأمور الإباح يعني الأصل حتى اللي اتحدى الدولة القرد قدم ويقول لك الفلوس يبقى معروف مصادرها والحكاية وبيعلن عنها وكل كلام بالشكل ده والعقود كل الدنيا بتبقى عارفة العقود إيه دورة الإنجليزة عقد أي لعيب معروف كمتو كان لكن إحنا هنا بنتعمل مع العقود على أنها أسرار حربي وبالتالي بيتم إخفاء